وشاهدينا للحديث أكثر عن القطط الخاصة بالمشاريع الخاصة بالبناء التحتية والمشاريع المختلفة أيضا في كل القطعات ينضب إلينا المتحدث باسم وزارة العمار والإسكانة سيد نبيل الصفار سيدي أهلا وسهلا بك أهلا بك بداية ما أهم المشاريع والبناء التحتية التي تسعى الحكومة لإطلاقها وإنجازها خلال الستة أشهر القادمة نعم مساء الخير على حضراتكم أهلا بك كل عام وأنتم بألف خير والشعب العراقي والأم الإسلامي لمناسبة عيد الغدير حقيقة من المشاريع المهمة التي وقعت على عاتق وزارتنا خلينا نقول بشكل بالتحديد أنه مشروعين مهمين أدرجة ضمن البرنامج الحكومي خاصة بملفين رئيسيين هي ملف الطرق والجسور وملف السكن الذي يشكل حقيقة عائق كبير أمام تحديات الحكومة الحالية وزارة العمار والإسكان حاليا تمشي بهذه الملفين من ناحية إطلاق مشاريع فك الاختناقات المرورية تم إعلان إطلاق دعش مشروع يجري العمل حاليا بها كذلك موضوع السكن هناك خمس مدن سكنية معلنة كفرصة استثمارية للمطورين والمستثمرين والقطاع الخاص هذا بالإضافة إلى المشاريع الخطة الاستثمارية المدرجة ضمن مهام وزارة العمار والإسكان والبلديات العامة المتمثلة بالطرق بالماء إنشاء محطات الماء إنشاء محطات المجاري بالإضافة إلى أعمال صندوق الإسكان بمنح القروض الخاصة ببناء وحدات سكنية بعض من هذه المشاريع حقيقة التي أصلا كانت موجودة أدرجة ضمن البرنامج الحكومي لأهميتها ولكون أن بعض منها كان متلكئ في فترات سابقة لكنها أدرجة ضمن البرنامج الحكومي لأهميتها لوصولها إلى نسب إنجاز متقدمة لذلك كان لابد من تهيئة كل السبول لإنجازها وبالفعل نحن تقريبا تسعة من المشاريع التي أدرجت بالنسبة في ما يتعلق بقطاع الطرق كانت مدرجة ضمن البرنامج الحكومي تم إنجازها وهناك 27 مشروع آخر يجري العمل عليها من مجموع المشاريع الكلية نحن نحشي في مجال الطرق يعني اللي بالغة تقريبا أكثر من 70 مشروع 70% تقريبا الآن منجز من المرحلة الأولى نتحدثنا عن الطرق والجسور نعم بالضبط والباقي إن شاء الله قلت لك هي ضمن خطة الوزارة المعدة ضمن البرنامج الحكومي وهي إنجاز كافة هذه المشاريع طيب سيدة لو تحدثنا عن المدن الخمس أو الستة التي ستطلق يعني أين وصل بها؟ أحنا حقيقة خمس مدن أطلقت في خمس محافظات يعني تم إكمال كل المتطلبات اللوجستية الخاصة بيها من ناحية الفرز والاستملاك وبالتعاون مع المحافظات المعنية نحن عندنا كان مدن سكنية في الموصل في بغداد في كربلاء المقدسة في الأنبار في بابل هذه كانت معلنة يعني يوم أمس غلقت فترة الإعلان عنها بانتظار طبعا هناك شركات كثيرة حقيقة قدمت على هذه المشاريع ومنها حتى شركات عالمية إن شاء الله المرحلة القادمة رح تتضمن أنه فتح هذه العطاءات لاختيار الأنسب منها وفق الشروط طبعا اللي تم وضعها من قبل الفريق اللي شكل في وزارة الإعمار والإسكان واللي أعطي صلاحيات من قبل رئيس مجلس الوزراء في إيجاد صياغ شراكة جديدة مثل ما ذكرنا سابقا واللي رح تكون هي إعطاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والفقراء واللي هي هاي طبعا أول مرة تكون يعني آلية شراكة جديدة مع المطورين والمستثمرين بالإضافة إلى أنه أنا يعني رح أجد بالقطاع الخاص باعتبار أن القطاع الخاص يعني شريك أساسي ومهم في التنمية الاقتصادية يعني كل الدول بالعالم إذا ما تعاونت مع القطاع الخاص سيد نبيل بالحديث عن القطاع الخاص يعني إلى أي مدى القطاع الخاص اليوم مشارك في هذه المشاريع هل لك أن تحدد يعني النسبة لا هو تقريبا يعني نسبة كبيرة يعني قطاع الخاص يعني 50 أو 60% أو أكثر يعني من هذا الموضوع أنه هو يعني حتى مسألة المدن السكنية خلي نقول إذا حتشينا عليها سيكون شريك أساسي في هذه المشاريع شريك أساسي بهذا الموضوع يعني هو الموضوع تم طرحه للقطاع الخاص بشكل أساسي يعني إحنا قلنا حتى نجد بالمستثمرين لازم أوفر لهم فرص استثمارية جيدة مقابل أنه حتى المطور أو المستثمر يستفيد من هذه العقود أو العروض اللي رح يقدمها لأن باعتبار أنه بغداد أصبحت مزدحمة ومكتظة بالمجمعات الاستثمارية واللي سبت ضغط على الخدمات ولذلك كان التوجه أنه إحنا لازم نتجه نحو خارج مراكز هذه المدن وجذب المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة منهم في هذا المجال طيب ما هي الشروط التي يجب توافرها في هذه الشركات وآليات عملها أيضا حقيقة إحنا حطينا عدة معايير لهذه الشركات لغرض إنجاز المجمعات أو المدن السكنية واحدة من أهم هذه الشروط أنه الكفاءة المالية والإدارية والأعمال المماثلة التي تمتلكها هذه الشركات لغرض تنفيذ مثل هذه المدن مثل تعرفون حضراتكم هذه مدن سكنية ضخمة حقيقة يعني مبالغها تتراوح إلى ثلاث مليارات أو أكثر يعني بالإضافة إلى أنه إحنا فرضنا عليهم ضرورة توفير الخدمات الأساسية الأربعة لهذه المدن بالإضافة إلى أنه المدن لازم تكون مستدامة أيضا واحدة من الشروط أو اللي خليناها للمستثمرين أنه تكون هاي مدن مستدامة تعمل بمنظومات الطاقة الحديثة نظرا لما يعانيه العالم من أزمة في الطاقة والتلوث البيئي نعم والنقطة الأخيرة اللي كانت هي أنه صيغة الشراكة الجديدة اللي على أساس راح يمنح للمستثمر نسبة من هذه المجمعات مقابل أن أنا أعطيه بأماكن مميزة في هذه ولكن يعني خاصة نحن نعاني خاصة في المجمعات السكنية حتى الكبيرة منها أنه المستثمر هو يتحكم بالأسعار ولم يستفد الفقير وحتى متوسط الحال من هذه لكن هنا هذه المرة الدولة ستتحكم نعم ستثبت فقرة بالحقد الاستثماري بعدم المضاربة بالأسعار سيدي نبيل لو سمحت يعني نسغل الوقت بقي لدينا دقيقة بعد إقرار الموازنة ما هي أبرز المشاريع التي ستمول وتطلق تخصيصاتها نحن إن شاء الله يعني هاي خمس مدن أطلقت من مجموعة مستحشة هي من ضمن الموازنة المخصصات نعم بالتأكيد الموال المخصصة إلها عدنا خمس مدن أطلقت قلنا كفرص استثمارية مجموعة المدن الموجودة هي أصلا 15 مدينة إن شاء الله ستعلن خلال هذه الفترة القادمة بالإضافة إلى مشاريع فق الاختناقات المرورية نحن عدنا 19 مشروع دعش انطلقاً اثنين إن شاء الله راح ينطلقاً تم إكمال التصاميم الأساسية والرئيسية منها جسر الطلاع اللي راح يربط ما بين ساحة الطلاع والبيجية شارع 80 هذا إن شاء الله كمل بالإضافة إلى جسر البنك المركزي وبقية المشاريع الحزمة هذا أيضاً هو باقي المشاريع اللي هي ضمن الحزمة الكاملة اللي هي 60 مشروع إن شاء الله ستطلق خلال الفترة القادمة شكراً لحضرتك على المشاركة في هذه النشرة سيد نبيل الصفار المتحدث باسم وزارة العمار والإسكان شكراً سيدناً شكراً